السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير جميع اليوم عندنا منتج جديد من شركة أثلون رينج فايندر 1200 ياردة نبدأ بفتح الكرتونة الخاصة بالجهاز بسم الله نبدأ طبعا الجهاز هذا اشتريته قبل فترة واعجبني للأمانة مع وجود بعض الملاحظات اللي لا يخلو أي جهاز منها طبعا فكنا الكرتونة الآن أول حاجة موجودة فيه اللي هو المانون طبعا الجهاز اسمه ميدس 1200 ياردة رينج فايندر أول حاجة بالكرتلوج بعدها جراب حقيقة الجراب ذا أعجبني لأنه مغنطيس أنا أحب دائما أثبت هذا في السيارة وأحط الرينج فايندر ما أحب الطرق التقليدية اللي هي شبك وما شبك مع أن الشبك آمن لكن هذه أنا أحبذها النفسي طبعا هذا الجراب حقه جدا ومتاز ما شاء الله تبارك الله يجي معه كذلك الباسة للجهاز نفسه تجي كيف تجي كيف تجي تجي بالشكل هذا ألا لا تجي بالشكل هذا وهذه يطل الشعار هنا ويصير الجهاز بالشكل هذا زي ما تشوفوا هذه الباسة يجي معه كذلك القطعة هذه وتيجي معه كذلك للعدسة تنظيف ما شاء الله تبارك الله هذه بيجي معه للجهاز ونبدأ بنتكلم عن الجهاز وتجربتي معه طبعا الجهاز من شركة أثلون وشركة معروفة أمريكية المنتج طبعا وجمع في الصين حال حال 99% من الأجهزة اللي مصانعها أو الشركات المصنعة لها في الدول الأخرى اللي فيها لدى العام لها رخيصة الجهاز طبعا يقوس 1200 ياردة بطارية بدون شحن هذه هي البطارية بالشكل هذا تفكها وتطلعها طبعا المزايا اللي فيها بقول لكم العامة اللي تقريبا تشاركه هو أغلب أجهزة الرينج فايندر فيها الجهاز طبعا 6X الزوم 6 يقوس الزاوية ويطلع لك المسافة الصحيحة وقياس الارتفاع والمسافة بعد التصحيح فيه شيء حقيقة أعجبني أفضل من بعض المنتجات اللي هي سهولة التنقل في القوائم وهذه بخليها بعد ما انتهي من ذكر مواصفاته طبعا الشركة تعطي ضمان مدى الحياة الوكيل عاد كل وكيل يختلف بضمانه لكن بما أن الشركة تعطي ضمان مدى الحياة على المنتج فمعناها أن المنتج جدا جدا يعني مناسب وواثقين منه التنقل مثل ما قلتنا في القوائم ونخليها أخر شيء سهل جدا وهذا اللي خلاني أحتفظ به مع العلم عندي أجهزة أغلى منه وأجهزة أرخص منه لا زالت موجودة عندي شاريها من وكلة ومن محلات أخرى زاوية القراءة سبعين درجة الزوم مثل ما قلنا سبتة إكس راحت العين على أربطاشر ميلي متر البطارية من نوع سي آر تو في ثري في قطرة العدسة ثلاثة وعشرين ميلي الوزن مية وثمان وثمانين قرام هذه طبعا التصفية من هنا مثل ما هم تعارف على أغلب الأجهزة جميل خلت أكف الله خلت أخبطنا الوضع عندي هذه تصفية طبعا تصفية الكتابة الجهاز فيه ميزة ما ذكرتها قلت خليها آخر شيء اللي هي أنا ما شفتها في أغلب الرينج فايندر اللي هي مثلا والله اللي هي تخزين عمليات القراءة يعني اليوم والله أنت مثلا طلعت الصباح وشفت كذا مسافة مثلا شفت لك مسافة وأنت حفضتها مثلا خمسمية متر أربعمية متر الله أكبر وبعدين نسيتها رجعت مثلا وجيت لك مكان ثاني بعدها كذلك وقست ميتين ميتين وعشرين متر المهم أنك رجعت وأنت مثلا تحاول تتذكر الأشياء التي نتقستها ونسيتها ما تدري هي أربعمية أربعمية خمسين أربعمية وعشرين هذا في ميزة يحفظ لك إلى مية عملية قياس مية عملية قياس يحفظها لك ما تروح أعتقد إلا إذا طلعت البطارية لذا أنتم تشوفوني فتحت البطارية بطلعها عشان أورديكم وخفت أنها تروح نتائج القراءة هذه حلوة الميزة هذه مية عملية قراءة إذا منك دخلت عليها تستطيع هذا تنزل في الرقم مثلا وهذا ترفع في الرقم إذا دخلت عليها لأنها إلى مية صعبة أنك تأخذها من أورة جديدة فهذا طروع هذا نزول نزول في الرقم وطروع في الرقم هذه من أهم المزايا التي أجبتني حقيقة في الجهاز لأن دائما يمر علينا مثلا والله أنا شفت لي حاجة على ثلاثمية وعشرين متر مثلا وقعد جلست سورفن أو الزملاء وقلت لهم والله اليوم شفت لي حاجة على ثلاثمية أو رميت لي حاجة على مثلا ثلاثمية قلوا لي تأكد أرجع أتأكد أقول دقيقة خلوني أشوف أتأكد أرجع للذاكرة أحصل القياس موجود طبعا هو يعطيك الجديد تعرف أنت الجديد بالأرقام والقديم كذلك بالأرقام في أولها وفي آخرها الجميل كذلك في المنتج هذا إنه خفيف وفيه نيزة حلوة كذلك أخرى اللي هي يعطيك قياس الاجتفاع عنك أنت أنا والله مثلا هنا وأقوس مسافة مثلا 40 متر أرغى أشوف الأربعين متر دي اللي أنا قسطة هذه المكان اللي أنا قسطة أو الهدف اللي أنا قسطة هل هو مساوي لي أو مرتفع عني أو نازل عني هذا يعطيك قياس الاجتفاع يعطيك كذلك ميزة حلوة بعض الأجهزة مهم موجودة فيها اللي هو أنه يطلع لك يعطيك خيارات يعطيك خيارات أما أنك تطلع المسافة الحقيقية والمسافة بعد التصحيح في الشاشة مرة واحدة مع الزاوية أو يعطيك مثلا المسافة الحقيقية مع الارتفاع في نفس الشاشة يعني يجمع لك أكثر من شغلة في الشاشة وهذه اللي غالبنا يبحث عنها يعني ما يحتاج أنك تروح تبحث مثلا تسوي قراءة مسافة مثلا بالمسافات الحقيقية وترجع تدخل على القوائم وتغيرها إلى المسافة بعد التصحيح أو تغيرها من القوائم إلى أنك تشوف الارتفاع هذه كلها سهلة كذلك اللي أعجبني أكثر وأكثر في الجهاز سهولة التنقل سهولة التنقل سهولة الخيارات اللي فيه يعني سهلة جدا مثلا أنا والله أقوس باللياردة وبقوس بالمتر بعض الأجهزة لأجل تقوس باللياردة أنا كنت في المتر وبتقوس باللياردة لأجل تغير الطريقة لابد مثلا تضغط ضغط مطول على القوائم بعدين تدخل بعدين تروح تختار الياردة بعدين تطلع وبعدين تروح تقوس بالياردة بدلا من المتر هذا لا زي كذا مثلا أضغط الزر الأول اللي هو الباور بالشكل التالي ضغطته الآن مثلا بالمتر عندي القياس بالمتر أضغط على هذا بالشكل التالي ونقر مرة وحدة مرة أخرى نقرة يحول لي إلى ياردة أرفع بعدين أضغط هنا يقوس لي بالياردة أبغى مثلا أقوس بالمتر أضغط كذا متواصل وأضغط هنا يحول لي المتر أرفع أقوس كذلك في المتر فجدا جدا هذه ممتعة في موضوع أن يتنقل ما بين الياردة وما بين المتر طريقة كذلك استعراض الأرقام المخزنة أضغط ضغط مطول بالشكل التالي على القوائم بعدها راح تطلع لي علامة أفك القوائم بعدين يطلع لي القراءات هنا أرقى في الأرقام واحدين ثلاثة أربع إلى مية وهنا ينزل في الأرقام جميل لو بغيت مثلا أنا الآن طالع في الشاشة قدامي مثلا المسافة الحقيقية ومسافة بعد التصحيح وأبغى أشوف مثلا الارتفاع بكل سهولة أضغط كذا بعدين أختار من هنا هذا الارتفاع مع المسافة الحقيقية مرة أخرى يطلع إلى المسافة الحقيقية مع المسافة حقدت تصحيح مرة أخرى يطلع إلى الارتفاع فما فيه أي تعقيدات في عملية التنقل بين القوائم بأنزل الجوار الآن وحطه على العدسة لعجل حاول أصور لكم تصوير منه تشوفونه إن شاء الله واضح مثلا الآن نلاحظ هنا الآن أنا أبقس المسافة بالشكل التالي الآن ضغطت الزر باور يقولي المسافة خمسة ياردة والارتفاع والزاوية ستة طيب أغير الزاوية أضغط مرة ثانية على القوائم لاحظوا أضغط على القوائم ضغط على القائمة مرة أخرى أطلع إلى الآن الارتفاع لاحظوا بالأسفل أضغط مرة ثانية أطلع لي المسافة الحقيقية أقوس الآن أعطاني نفس المسافة طيب بدخل بأشوف القوائم القراءة السابقة فأعلق حتى تطلع العلامة هذه بعدين لاحظوا أربعة مئة وثنين وخمسين تحت يقوم الأرقام واحد اثنين لاحظوا هذه الذاكرة السابقة ما عليش للتصوير الربع بحاول أوضح هاك فلاحظوا الآن الآن مثلا بقوس الآن هذا الآن أربعة فاصلة تسعة ياردة والمسافة الحقيقية أربعة ياردة لما أغيرها كذا يطلع لي هذه الزاوية لما أغيرها كذا يطلع لي هذا الارتفاع لو تلاحظون مثلا أني أنا في الغرفة ما راح يطلع واضح طيب أبغير الآن أبدخل على الهيستري أو الذاكرة حق القراءة السابقة أعلق بالشكل هذا على القوائم بعدين أضغط على قراءة لاحظوا هذه آخر وحدة أربعة متر اللي إحنا فيها الآن هذه أول وحدة ثمانة وعشرين متر لاحظوا أنا خزنتها الآن بالياردة كتب لي ياردة السابقة واحد كانت ثمانة وعشرين متر والثانية هذه الثالثة 240 متر إلى 100 لو تلاحظون برجة X 100 طيب طريقة القراءة بالياردة وبالمتر بطلع من القوائم الآن الآن أبقوس بالمتر وبالياردة لاحظوا ضغطت الباور طلع لي بالياردة أروح أضغط على الزر الزر الآخر اللي هو عليه حرفهم بعدين أضغط على الباور مرة ثانية ما عليش دخلني في الداكرة مرة أخرى أعلق عليه كذا أطلع وهذه ترى فكرة على فكرة ميزة أخرى بعض الأجهزة ما تقدر تطلع منه لين يطفيه وهذه لا تقدر تعلق على الباور يطلع مرة أخرى طيب الآن أبقوس على الآن مثلا بالياردة لاحظوا طلع لي ياردة طيب أبقوس بالمتر أضغط مرة كذا يطلع لي بالمتر فقط ضغطت الزرين الآن أقوس بالمتر لو تلاحظون طيب أرجع الياردة بالشكل هذا أقوس بالياردة سهولة جدا 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 في عملية التنقل بالقوائم نقطة أخيرة قبل أو أنهي موضوع المراجعة للمنتج هذا الأجهزة بشكل عام فيها نسبة خطأ وفيها تفاوت في القراءات مثل أجهزة قياس المسافة فتجد المنتج هذا مثلا فيه زيادة واحد متر أو ناقص واحد متر عن جهاز آخر فهذه ما هي بعيوب في المنتجات هذه نقطة النقطة الثانية ممكن تأخذ الجهاز هذا وتقيس مسافة قريبة مئة وتسعين متر ما يقراه لك هذا مو بعيب في الجهاز جربت أجهزة غالية ولها اسمها وتقلها في السوق نفس الوضع بالضبط فيه أماكن أحيانا تقريبا عدسة الليزر لها دور في الشي هذا ممكن الإنعكاس أو عدم الإنعكاس ممكن جهاز رخيص في السعر تجربه مع الجهاز هذا أو مع جهاز آخر مثل الشركات المشهورة والمعروفة ويعطيك قراءة وهذا ما يعطيك قراءة فهذا ما هو الدليل أن هذا أفضل من هذا لكن فيه تفاوت كذلك في القراءة هذا ما لدي والله أعلم وصلى الله وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم كذلك من المزايا الممتازة في الأثلون لو لاحظ السرعة لو مثلا قسط المسافة هذه ما طلعت لك مثلا على سمثال تعلق على الزر وهي تقرأ لك تعطيك أكثر عندك قراءة لاحظ نحن الحركة كيف كيف تتحرك شوف كيف قراءة الجهاز ما شاء الله تبارك الله لاحظ أنا معلق الآن على الزر فإذا مثلا قرأت مثلا ضغط تزر مثلا على هدف ورفض يقرأ علق على الزر وحركي ميني سر راحبان معك بالشكل التالي